يجب أن نقترح أو ندافع على خلق صندوق خاص لدعم النساء في مناصب المسؤولية السياسية لماذا هذا؟ لأن أولا نحرهم التكوين ثانيا نحرهم المواكبة ثالثا نحرهم ثقة في نفسك أشكر الأخت الليل التي تكلمت عليها ورابعا نحرنا أن نتعاون معهم لتحقيقهم لأي بلوكاج يمكنهم أن يدفعوا بمشاريع موازية مشاريع اجتماعية يشتغلوا عليها وبأباش أيضا يتعاملوا بمكون التعاون الدولي وهو أيضا مسألة جد مهمة داخل المسار السياسي وبالتالي أنا أظن شخصيا أنه يجب أن يقترح حزب التجمع الوطني الأحرار خلق صندوق خاص لتشجيع أو لمواكبة نساء لتمكن نساء حقيقة في المناصب السياسية المسألة الثانية هو التبعية التي تكون دائما مع الأسف وهذه يجب أن نشغل على الاستقلالية استقلالية الفكر السياسي للنساء داخل الأحزاب داخل المجالس داخل مكاتب السياسية إلى غير ذلك لأنه لازلت هناك نوع من التبعية الأخوات اللي تكلموا قبل كيقول لك إحنا تقدمنا وكذا وكذا ولكن لازل الرجال هم اللي يتحكموا في هذه المنطقة ديال الترشيحات وليس فقط ترشيحات ولكن أيضا حتى في المسار السياسي لازل هناك رجال داخل هذا شي ما كان سوح دمعت لا معنى السفرادة لا أنا كانت كلمة يعني يمكن لا تكون حتى في التوجه الآخر تبعية سياسية ليست حقيقة ليست صحية يجب أن يكون هناك نوع من الاستقلالية السياسية واستقلالية الفكر واستقلالية تسيير لأنه النساء رميك يكونوا في مناصب تسيير هذه ليست أنا لك أن نقولها ولكن إحسائيات دولية لك أن تقولها ستكون طريقة للدفع بالحكام الجيدة داخل البلد المتقدمة هو الدفع بالنساء في التسيير